موسيقى 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 اليوم اخترنا هذا المكان لان الجو هوا اليوم هوا وبارد فالشعيب يصير اذراء فيه المذاري الجروف الظلعان الحزوم الذري عليك عن الهوا النفود ما تصلح ايام او في اوقات الهوا اما فيه يجيك السافي يمشي معك السافي يدمر جلسك يحوسك شوي السافي الرمال متحركة مع الهوا يذهب بالهوا يتحرك الرمل يمشي يدرج ويحوسك شوي قهوة حموشة حمصة طلع امرق شقر غامك قامت اليوم برد يبين انتدفة طلع عمرك عندي هذو هالقهوة هالقهوة كيف والفناجيل طلع عمرك هربعة ولا يا ابو فهد نعم فنجال الكيف والهيف والسيف والضي عرف ما في الاربع فناجيل نصل لها دانا ان شاء الله اليوم هالشايب معنا ولا وانا ببين هواي شوي ما علي ما علي نصلح ان شاء الله كبسة اللحم برا ونرز اقدر انتاني شغل وردتب ان شاء الله بيدن الله نطلع طلع عمرك هسباب رئيسية واجد منها طلع عمرك اولا تطرق غثى الدينة تعرفوا الدينة زحمات وغثوا دوامات واشغالوا ويعني الواحد يطلع طلع عمرك يترفع فيه سبب يعني ما شاء الله تبارك الله ليه طلعت اللي هو من اعظم العبادات اللي هو التفكر في خلق الله يعني سبحان الله اللي جلست مثلا في هالشعيب تناظر هالضلعان وتناظر هالطلاح وهالبطاح يطلع عمرك وليه جس وماغيم يعني سبحان الله العظيم تقول خلق الله حسن صدق يعني مكونات حرز ومحراتك وبصالك وبعد ذا طبخ هربطهم جميع بس المره ما تصير جريش وماله الثانية تصير حاب شوي شوي تزير ما حترام بطنو مع الفطبخ ولا حتدرس طبخ الله عافيك مفدع يقولك الطبخ هتربس واذا غلاط ربعك بيأكلون جواعة في بر دوك تعلم عليهم في بر بيأكلون غصب ما فيه بخاري ورا الجيب منه وذيف غصب يأكل ايوه ما تتعلم ويشبث النار ما فيها حتي تضوك تقرب مع أمينك عليها تصلح قهوك وشاهيك تصلح غداك عشاك وتدفة تدفية هي فاكها تشتا فاك كل شي والواحد ليه بغى يكشت يعني مثلا كشتة مختصرة واحد اثنين وبيبعد لابد انها يعلمها له او احد من اخويا علشان ما يروح ولين مثلا تأخر عن البيت يومين او ثلاثة اي ان كان لاجم يكون فيه شخص يدرين هذا الشخص وين رايح له انحاء مغزلناها وحطناها وكبل عليها موية باردة فاترها مرم البزبوز وخلها تخناها فوح ما قال اقول فوح يطلع زي ما قال لو يسمونه هنا الريم او الرغاء او الزفر يطلع بعد ما تفوح الموية هاتشينا بالملاسة والمغرفة تبعدا لانه طعم يطلع من الحماه ويسودها يتجمع يتكتن بشيناه كبه برا وصف الموية منه بملاسة كده نصيحتي للكشاته والالبر يجاب يحطب من البر مش عيب ما يقتع الاخضر للحي اول شي هذا حرام ميجوز يقتع شي اخضر حي احته بالنيابس اللي طايح من ارض الاحتطاب الأخضر ما يجود واني شبهتها فيها يدخل عليك واستخدام الفاس يعني ما لها داعد انك تحوس الشجر فاخذ على قدك حتى لو لقيتها حطة بيابس وواجد خذ على قد شبه ابشركم نجحت تجاه عشانا غدا العشاء ادخلنا فيه لانه وصلي متخذين كوش فابها شوالله عقب هالي كوستنا امتوا اضعها ويقول اجنب ورسول 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 الضر اجنب ورسول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة